أنابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرنة صاحب الجلالة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة لحضور الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2014 تحت شعار المرأة في المجال العسكري والذي أقيم صباح اليوم الاثنين بكلية عيسى العسكرية الملكية وفي تصريح لها بهذه المناسبة أكدت صاحبة السمو أن يوم المرأة البحرينية بات يوما من أيام البحرين الوطنية الخالدة التي نستذكر من خلالها كل عام إنجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات والتي أصبح يشار إليها بالبنان بفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه معتبرة سموها هذه المناسبة فرصة قيمة لتبادر لتبادر كافة المؤسسات الرسمية والخاصة بإبراز دور المرأة في عملية بناء نهضة البحرين الحديثة والحفاظ على منجزاتها عبر تكريمها وتقديرها والسعي نحو إدماج احتياجاتها في برامجها ووجهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس لعلى للمرأة الشكرة والتقديرة لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على جهودهم المخلصة في إبراز يوم المرأة البحرينية 2014 بالشكل الذي يليق بما تحقق للمرأة البحرينية في المجال العسكري ومشاركتهم الفاعلة في تنظيم عدد كبير من الفعاليات المصاحبة خلال هذا الأمر الذي ساهم في إبراز هذه المناسبة بشكل لافت وتسليط الضوء على حجم هذا الإنجاز منوية سموها في الوقت ذاته بعزيمة وإصرار كافة الفصائل المشاركة في الاستعراض العسكري ومن قام على تدريبها لتظهر الصورة المشرفة للمرأة العسكرية وأوضحت سموها حفظها الله أن تخصيص هذا العام للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال العسكري يأتي لما حققته المرأة البحرينية على مدى أربعين عاما من إنجاز في السلك العسكري بمختلف قطاعاته الخدمية والمتنوعة كنتيجة حتمية لكفاءتها وقدرتها في الوقوف بجانب الرجل لحماية هذا الوطن والذود عنه وحماية مكتسباته مقدرة سموها في هذا الصدد جهود وزارتي الدفاع والداخلية في دعم وتمكين المرأة العسكرية التي أصبحت اليوم مثالا حيا يحتذا به حيث استطاعت بفضل هذا الدعم أن تضع بصمتها الواضحة في كافة ميادين العمل العسكري وأن تحظى بكامل حقوقها لتصل بذلك إلى مناصب قيادية وإدارية ورتبا عسكرية عالية عن جدارة واستحقاق لتتوج مسيرتها في ركب السلك العسكري إلى جانب الرجل في حمل السلاح ورفع لواء النهضة الشاملة بالمملكة وأكدت سموها حفظها الله أهمية أن تحافظ المرأة على محققته من مكتسبات وإنجازات أسس لها المشروع الإصلاحي الحضاري لحضرة صاحب الجلال العاهل المفدأ لكي تحصد قيمة هذا الإنجاز ويحتفي به ويحتفى به على كافة الأصعدة لسيما وأن المرأة البحرينية أصبحت اليوم نموذجا يحتذا به في مختلف المحافل وحققت قصص نجاح أبرزتها التقارير الدولية المتخصصة في هذا الشأن هذا وحضرت سموها العرض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة حيث تم استعراض الطابور المكون من عشر فصائل من وزارتي الدفاع والداخلية من أمام المنصة كما تم تقديم عدد من العروض أبرزها عرض مهارات الفصيل الصامت وعرض مهارات عصى مقاس الخطوات واستعراض الفرقة الموسيقية النسائية ومهارات الحماية الشخصية إلى جانب عرض للكتيبة الطبية الميدانية كما قامت سموها بتكريم الرعيل الأول من رائدات العمل العسكري استذكارا لإنجازاتهن المتميزة وتقديرا لجهودهن التي ساهمت في إثراء ودعم واستمرار مسيرة المرأة العسكرية في مملكة البحرين وخلال الحفل القامع للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع كلمة أكد فيها أن المرأة البحرينية حظت بالكثير من الدعم والمساندة من المملكة ومنذ أن أعلن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه عن مشروعه الإصلاحي بدأ واضحا وجليا مساندة جلالته لمسيرة المرأة التنموية إيمانا من جلالته بقدرة وأهمية مشاركة المرأة في بناء المجتمع وأوضح أن المرأة البحرينية أصبحت رافدا رئيسيا يرفض المؤسسات العسكرية في المملكة بالكوادر المؤهلة والطاقات المتجددة في شتى مجالات وأوجهه وأوجه العمل العسكري حتى أضحت مساهمات وأعمال المرأة البحرينية في المجال العسكري واجهة حضارية صادقة تعكس مستوى التطور والرقي الذي واصلت إليه كما ألقت العقيد مونا علي عبد الرحيم مديرة إدارة الشرطة النسائية بوزارة الداخلية كلمة أكدت فيها أن المرأة كانت وما زالت في الأجهزة الأمنية نموذجا في العطاء والالتزام والتفاني في أداء الواجب وبذل تقصى الجهود لخدمة وطنها بكل كفاءة واقتدار وكان لها الريادة في العمل الأمني عندما تأسست أول شرطة النسائية في عام 1970 في خطوة رائدة على مستوى المنطقة العربية وكان لها دور كبير وبارز في مشاركة أخيها الرجل في حفظ النظام العام والقيام بالمهام الأمنية في مجال اختصاصها كما ألقت النقي بركن عالية عبد الله أحمد من وزارة الداخلية قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعنوان بلسم المجد اشتركوا في القناة 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 التي لدي المرأة العسكرية البحرينية. اليوم نحن لا نتكلم عن حضور موسمة للمرأة البحرينية في وزارة الداخلية وقوة الدفاع البحرين. نحن نتكلم عن 40 سنة من مشاركة المرأة في هذا السلك الصعب. وهذا يعطينا طمئنان. أن فعلا المؤسسة العسكرية تحرص على أنها يتوفر كل أسباب التوفيق. المفروض أن كل امرأة البحرينية تتاح أمامها على الأساس تستطيع توازن بين أدوارها المختلفة. فأنا أهني اليوم المؤسسة العسكرية البحرينية على وصولها إلى هذا المستوى من التحضر والرقي ومحافظتها على كفاءاتها النسائية. نحن اليوم نتكلم عن رتب عسكرية رفيعة. ونتكلم عن مجالات متعددة المرأة اليوم. ليست فقط إدارية في هذا السلك. اليوم المرأة دخلت في مجال مكافحة الإرهاب. في مجال الإتجار بالبشر. وهي أيضا طبيبة وإدارية. وحتى اليوم شفنا قدرات عسكرية وقتالية. وفوجئنا بمثل هذا الكنز والثراء الموجود في السلك العسكري. إذا فقط هو مجرد إتاحة فرصة أو تساوي فرص. إنما المرأة أثبتت قدرتها أيضا على استغلال هذه الفرصة. ربما هذا الجانب يقودني لهذا السؤال. استاذ هالة كما تعلمين مشروع جلالة الملك المفدى الأصلاحي خلال السنوات الماضية. أعطى المرأة نصيب كبير من خلال التشريحات. من خلال القوانين. أيضا دعم القطاع الخاص. دعم الجهات الحكومية. يعني المرأة حصلت على فرصة. ربما تكون مملكة البحرين نموذج لكثير من الدول. هل استطاعت المرأة في مملكة البحرين أن تستغل هذه البيئة لتتصل للمستويات المطلوبة؟ يعني المرأة البحرينية استطاعت أن تحاقق ذلك يمكن قبل أنا وأنتي نولد. صحيح. يعني المرأة البحرينية دخلت بقوة وبإصرار. والمجتمع البحريني مجتمع أتاح له الفرصة. وقام بدعمه إلى اليوم. نحن اليوم نشوف تراكم لهذه الخبرة وتراكم لهذا العطاء. ووجود مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة اليوم. صحيح. أي نعم عطى دفع قوية وأكبر. وأتاح نزيد من الفرص أمام المرأة البحرينية. بس أنا أعتقد بأن هناك إرادة نسائية قوية في مجتمعنا البحريني. وتفاجئنا يوم عن يوم. أعتقد أن دخول ست سيدات إلى مجلس النواب وإلى المجلس البلدي. هذه أكبر رسالة. اليوم العالم كلها يعاني. نساء العالم كلها تعاني للدخول لهذه المؤسسات الدستورية. فقدرة المرأة أنها تصد. وكان دخولا حرا باختيار الشعب. دون اللجوء إلى الكوتة أو غيرها من القوانين. وأعتقد أن المجتمع البحريني كلها والعالم. اشهدوا مستوى التنافسية الرفيع والنفس الطويل الذي عند المرأة البحرينية. الذي اليوم من 12 امرأة دخلوا جولة ثانية. النصف دخل هذه المؤسسات الدستورية. أستاذ فعالياتكم هي كل يوم تحتفلون بالمرأة البحرينية. هل لنا أن نعلم ماذا عن خططكم للعام القادم؟. ما هو المجال الذي سيضم المرأة في احتفالاتكم في العام القادم؟. إن شاء الله سيعلن عنه. وستكون صاحبة السمو هي من تعلن عن شعار العام القادم. أستاذ هالة محمد الأنصاري. الأمين العام لمجلس العلال المرأة. شكرا لك على تواجهتك. نبارك لك مرة أخرى. ولكل سيدة بحرينية لهذا اليوم. شكرا لك. شكرا لك.